إذن هكذا مشاهدين الكرام تعرفنا على المجموعات الست لكأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات اعتبارا من الخامس من يناير القادم إذن نذكر بالمجموعات الست التي فرزت هذه القرعة منها مجموعات سهلة مجموعات متوازنة ومجموعة صعبة جدا المجموعة الأولى تضم الإمارات البلد المستضيف تايلاند الهند البحرين المجموعة الثانية مجموعة صعبة جدا أستراليا سوريا فلسطين والأردن المجموعة الثالثة متوازنة نسبيا كوريا الجنوبية الصين قرغزستان الفلبين المجموعة الرابعة إيران العراق فيتنام واليمن المجموعة الخامسة تضم السعودية قطر لبنان وكوريا الشمالية والمجموعة السادسة الأخيرة تضم منتخبات اليابان أسباكستان عمان وتركمانستان إذن نبدأ مع كابتن رائد المجموعات ربما بعضها متوازن مجموعات قوية نبدأ بالمجموعة الأولى مجموعة المنتخب الإماراتي تايلاند الهند البحرين مجموعة في المتناول للبلد المضيف طبعا المسكولة المراتية أعتقد مرشحة دائما ما يكون هي على رأس المجموعة بحكم أن الفوارة كبيرة بين تايلاند والهند والبحرين اللي اختفت في فترة الأخيرة بشكل كبير يعني حتى بالمقارنة على المركز الثاني ما أعتقد أنها حتى دخل البحرين كمنافس لأننا فعلا نبتعد بشكل كبير وهذا على مستفام على الكوريا البحرين لكن تم أنها إن شاء الله أن هذه فرصة للتصحيح السنوات اللي أخفق فيها المنتخب البحرين أو بتعب شكل كبير عن واجهتها الحقيقية لكن المنتخب الإماراتي أعتقد أن يدخل بثقل كامل ولا بد أن أيضا يحترم الفرق الأخرى ولا يكون في تهامل لأن الفرق متطورة بشكل كبير خاصة المنتخب التايلاندي دائما ما يحرج صار الفرق الأخيرة سواء حتى على الفئة السنية بدأ يتطور بشكل كبير فهو دائما مولاد ودائما ما يبحث عن العمل كمنتخب الهندي أيضا من ناحية التطور أيضا فرق صار مزعج أيضا في الفئات السنية تابعتهم بشكل كبير في الفئات السنية من ثلاثة إلى أربع سنوات هم صار يحرجون الفرق القوية فالعمل بالنسبة لتايلاند والهند بشكل كبير وأتمنى أن منتخب البحريني فعلا يعود لشكل طبيعي هذا هي فرصة حقيقة في هذا المكان طبعا هذه هي الفرصة الحقيقة للعودة لماذا أنا ذكرت أن فعلا أنت غبت كمنتخب بحريني لكن لابد أن جاتك فرصة من ذهب أنا أسميه صراحة أنك ترجع بشكل طيب نحن لا نطمع منتخب بحريني لا نقول أنه فعلا بيروح أبعد من ذلك أسهل التصنيفات في التصنيف الثاني والثالث صحيح كابتل محمد المجموعة الثانية ربما هي المجموعة الأصعب في هذه البطولة ستكون أستراليا سوريا فلسطين والأردن بلاد الشام في مجموعة واحدة الإمارات في المجموعة الأولى منذ البداية ولكن عندما صحبت القرى بالنسبة إلى المجموعة الثانية لم يكن ينقص إلا أن تكون السعودية في هذه المجموعة حتى تكون أربع دول عربية الرسطر السعودية في المجموعة الخامسة المهم أستراليا مع سوريا مرة جديدة تلتقي يلتقي المنتخبان هما لدان خضاء المباراتين يعني في كثالث وسالث كل من المجموعة ملحق لأسين واحد واحد واثنين واحد لمصلحة أسرائيل تلتقي الدولتين مع بعض البعض ولكن أكرر مرة جديدة بالنسبة إلى المنتخب السوري جميعنا متفائلين على أنه لم يعد هناك لاعب كبار في المنتخب الأسترالي على غرار ماري في دوكا وهاري كيويل وروي أميرتون وماركي جبارتسر هذا الجيل الذهبي وحتى تيم كاهيل لم يعد مخيفا أتصور أنه هناك فرصة كبيرة لسوريا الآن بالنسبة إلى المنتخب الأردني في المستوى الرابع لماذا تدهور مستوى المنتخب الأردني في هذه الفترة الأخيرة على غرار المنتخب البحريني هبوط سريع جدا على كل حال نأمل بالنسبة إلى المنتخبات العربية أذكر مرة جديدة هنا على أنه أول وثاني كل مجموعة سيتأهل وأفضل أربعة يعني فرصة متاحة للفرق أنا أقول هذه المجموعة أضيف على الكابتن محمد أن فعلا الكرة الإسترالية أشد توازونا أتصر شوف الكرة الإسترالية انزعجت فعلا من هذه الفرق في الفترة الأخيرة انزعجت بشكل كبير من الكرة من سوريا وأيضا وأكثر من مرة المنتخب الأردني فرص نفسه على مواجهة متكررة ما بين الأردن وفلسطين يعني وتواجهة في كأس أسي نعم كيف نقول الأصعب الأصعب لأن هناك فرص للتأهل كيف تقول أصعب يعني ما نقول المجموعة الأولى صعبة بحكم أن فارق بين بين الإمارات وفرق الأصعب لكن لما نتكلم عن ثلاث فرق ممكن لها حضوظ سوريا والأردن وأيضا فلسطين وأيضا فريق المزعج وأيضا يزعج الكرة الإسترالية فهي فعلا المجموعة الأصعب ومجموعة أخرى صعبة المجموعة الخامسة السعودية قطر لبنان كوريا الشمالية أيضا تنم ثلاث منتخبات عربية حضوظ السعودية وقطر ولبنان في هذه المجموعة لا بد أن أشوف مهما يكون الفوارق من ناحية الإمكانيات لا بد أن العمل هو أو قيمة المباريات التي تلعبها هي الفيصل بالنسبة لك أيضا الكرة اللبنانية أيضا مزعجة بشكل كبير الكرة الشمالية أيضا أيضا من الفرق يعني مزعجة ممكن إذا ما احترمت ممكن أن تأخذ لكن على الورق فعلا من قطر والسعودية هم الأكثر ترشح لهذه البطول لكن لا بد أن يكون لك عطاء الفرق هي الفيصل وليس وليس الاسم لكنها بالنسبة للبنان أضعا يلتقي بكوريا الشمالية تلقية في التصفية تعدلها بهدفين بهدفين ومن ثم فازل لبنان بخمسة مقابل لشيء أتمنى بالنسبة إلى الفرق العربية التي ستحتل وبالنقاط لأنه أصحاب المركز الثالث لأنه هناك أربعة منتخبات أفضل أربعة منتخبات من الأصل ستحتل المركز الثالث ممكن أن تتقل إلى الدور الثالث وبالتالي الفرصة موجودة بالنسبة إلى المتخب اللبناني سنعود إلى هذه النقطة لكن عذرا عن المقاطعة سنتحول الآن إلى بغداد ومعنا من هناك نجم القرى العراقية السابق إبراهيم علي كابتن إبراهيم مساء الخير يعني المنتخب العراقي وقع في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران فيتنام واليمن يعني مواجهة متجددة مع المنتخب الإيراني الذي واجهه العراق في كأس آسيا الأخيرة وأقصاه من ربع النهائية كيف ترى حضوظ العراق في هذه المجموعة مساء الخير عليك وعلى قناتكم حقيقة أنه بدأت اليوم قرعة كأس آسيا لست مجموعات الفريق العراقي وقع في المجموعة الرابعة الذي يضم إيران العراق في أتنام اليمن حقيقة أني أشوف أنه من خلال استطاعي إلى القرعة أنه قرعة متوازنة لجميع الفرق بالرغم أنه أكو فرق عربية في مجموعات أخرى ولكن هذا لا يوقف مسيرة العمل الرياضي سواء عربيا أو أجنبيا وعليه أنه الفريق العراقي الذي وقع أمام إيران أعتقد أنه قرعة متوازنة وقرعة بالنسبة لفريق العراقي والإيراني وسبق لعبنا مع الفريق الإيراني وأقصناه وسبق لعبنا مع الفريق التايلندي وأيضا أنه نعرف طريقة لعبهم وخفاياهم أما أنه الفريق العراقي مطالب أنه في هذه البطولة أنه يتوج على رأس المجموعة لأنه الفريق العراقي إلى باع طويل في الملاعب سواء في آسيا أو في المناطق الأخرى نعم كابتن إبراهيم بهذا الجيل الحالي هل بمقدوره صناعة التاريخ إلى أين ترى المنتخب العراقي قادر على الوصول في هذه النسخة في ظل وجود منتخبات قوية في آسيا كاليابان كوريا حتى إيران السعودية وغيرها التي استطعت الوصول إلى كأس العالم على الأقل صدقني أنه الفريق العراقي الذي أعتبره هو ملح البطولة الفريق العراقي إلى حضور مميز سواء في بطولة العالم أو في بطولة آسيوية أو في البطولة العربية الفريق العراقي رغم أنه بتجديد حوالي من سبعة إلى ثمان لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني ولكن أنه قادر الفريق العراقي أنه يقدم مستوى رائع ونتائج جيدة جدا لأنه الفريق العراقي معروف في آسيا ومعروف في إنجازاته ولاعبيه لا خوفا على الفريق العراقي وأنه أتوقع أنه يتأهل بشكل جيد في هذه المجموعة هي مجموعة الرابعة للضم إيران واليمن بعيدا عن هذه المجموعة كبتل هذا الذي أتمنى أنه من الفريق العراقي أنه حضور مميز نعم بعيدا عن هذه المجموعة إلى أين يمكن للمنتخب العراقي بهذا الجيل أن يصل؟ هل يستطيع المنافسة على اللقب؟ الوصول إلى دور النصف النهائي؟ إلى أين تراه يستطيع الوصول؟ هذا ما تمنى أنه الفريق العراقي يجب أنه يقدم المستوى وينافس على اللقب الآساوي لأنه الفريق العراقي لبع طويل في الملاعب رغم أنه تجديد بالفريق العراقي ولكن نعمل على هذه اللاعبين الشباب أن يقدمون في هذه البطولة إنجازات رائعة ولعب ممتاز هذا ما نتمنى أنه من أسود الرافدين أسود الرافدين أمكانيات جيدة لاعبين جيدين عدهم أساس في بطولات آسيا وهذا كل إن شاء الله الجمهور العراقي والصحافة العراقية وكل الشارع العراقي إن شاء الله هو سند قوي إلى هذا الفريق حال الجمهور العراقي دائما هو اللاعب رقم 12 وبالتوفيق لأسود الرافدين أشكرك جزيلا الكابتن إبراهيم علي نجم الكرة العراقية السابق كنت معنا من بغداد شكرا لك ومن بغداد نتحول الآن إلى دبي مع مرسلنا هناك وفا سقار وفا مساء الخير إذن مجموعات عربية صعبة مجموعتان تضمان يعني ثلاثة منتخبات عربية في كل منهما المجموعة الثانية والمجموعة الخامسة كيف كانت ردود الفعل الأولية على هذه القرعة ونتائجها وفا تفضل نعم مساء الخير بداية يحيى حقيقة الأمور صارت كما كان مخطط لها الكل قبل حتى بداية القرعة الكل كان يتحدث وأنه لربما لا وجود لمجموعة حديدية بكل ما تعنيه الكلمة لكن لابد أن يكون هناك وجود لمجموعات متوازنة في القوة ما بين منتخباتها وهذا لربما ما حدث في بعض مجموعات هذه القرعة وهذه البطولة المقبلة حقيقة كنت أقف وللصدفة قبل بداية هذه القرعة مع الوفدين الأردني والفلسطيني وكانا يتحدثان عن آلية التنقل بين المدن الإماراتية وكيف يمكن وأن يتأقلم اللاعبون مع ذلك وأيضا دولة الإمارات أخذت بعين الاعتبار الكم الكبير للجاليات العربية وبالتالي لكل منتخب الحق ولجماهير الحق وأن تشاهده مرة في الشارقة مرة في العين ومرة في دبي وانتهى الحديث على أن كلاهما قال تخيل وأن نكون سوية في ذات المجموعة وهذا ما حدث الكل كان ينتظر الورقة الثانية من أجل أن تكون السعودية في المجموعة الثانية لكن البعبع الأسترالي كان حاضرا أمام دول منطقة الشام كنا نتمنى أربع منتخبات عربية في مجموعة واحدة لكي نضمن مقعدين مباشرة ولملاء المقعد الثالث بالنسبة لأفضل أربع منتخبات تحت المركز الثالث هذا ما حدث لكن على النقيد تماما بالنسبة للمجموعة الثالثة لا وجود لمنتخبات عربية البعض قال بالحرف ما تهمنا أي على اعتبار لا وجود لمنتخبات عربية في هذه المجموعة وبالتالي تبدو الأمور بالنسبة للجمهيل العربية غير مهمة أبرز أيضا ردود الفعل بعيدا عن القرعة كان الرصد المالي للجوائز لهذه البطولة حيث أن الجوائز المالية كانت قد ارتفعت في هذه النسخة لتصل إلى خمسة ملايين يورو دولار للفائز باللقب أيضا الكأس الجديدة حظي بإعجاب جديد من الكل وأيضا تبقى الكرة الجديدة محطة انتظار من أجل أن تكون تحت التجربة بالنسبة لللاعبين نعود ونقول القرعة كانت متوازنة تماما لم تكن هناك مفاجآت على الإطلاق البعض يتحدث وأن الإمارات أيضا صاحبة الأرض والجمهور لربما من بين المنتخبات العربية سوف تكون لها الحضور الوافرة من أجل التأهل مباشرة وفي وقت مبكر إلى دور الستة عشر هذا مكان لدينا يحيى نعود إلى أشكرك جزيلا مرسلنا وفا سقار على كل هذه ضحات وردود الفعل ترجمة نانسي قنقر